أعلن تقرير صادر عن منظمات غير حكومية أن ملايين الأشخاص يموتون سنويا في الدول الفقيرة بسبب غياب الرعاية الصحية المجانية وحث تقرير الدول الكبرى على اتخاذ خطوات أكثر جدية لخفض نسبة الوفيات وبحسب التقرير فإن أربعة ملايين طفل يموتون سنويا قبل أن يبلغ عمر الشهر بينما تموت نصف مليون امرأة سنويا خلال الحمل أو ما بعده البقاء على قيد الحياة هنا طرف لا يتحقق إلا للمحظوظين وقد تكون هذه الأم وطفلها من بينهم فهما ما زالا على قيد الحياة بعد مرور أشهر على الولادة أمر لا يتحقق لكثير من النساء الحوامل أو لأطفالهن في البلدان الفقيرة فقد أظهر تقرير لمنظمة أكسفام البريطانية واثنتين وستين منظمة غير حكومية أن أربعة ملايين طفل حديثي الولادة لا يعيشون أكثر من شهر واحد وأن نصف مليون امرأة حامل تموت سنويا بسبب غياب الرعاية الصحية المجانية في لايبيريا مثلا طفل واحد من بين تسعة يموت قبل أن يبلغ الخامس من العمر وعشرون في المئة فقط من سكان الريف يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية أما في نيبال يموت طفل حديثي الولادة كل عشرين دقيقة وكل أربع ساعات تموت امرأة بسبب أمراض ما بعد الولادة والحال ليس أفضل في ملاوي فمن بين مائة امرأة تموت واحدة منهن خلال الحمل أو ما بعد الولادة أرقام الوفيات هذه لم تنخفض إلا قليلا منذ العام تسعين من القرن الماضي ما يوجه الأنظار إلى قادة الدول الكبرى فهم وقعوا على برنامج الأهداف الإنمائية للألفية التابع للأمم المتحدة عام 2000 والذي يقضي بخفض نسبة هذه الوفيات إلى 75% بحلول عام 2015 واعتبرت المنظمة البريطانية أنقذ الأطفال أنه لو أدخلت الرعاية الصحية حينها لكان بالإمكان إنقاذ مليوني الطفل حتى الآن وصدرت تقرير قبل أيام على بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن تبحث الدول زيادة خدمات الرعاية الصحية المجانية بمزيد من البلدان الفقيرة علامكي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر